ناقش اجتماع عسكري عقد بمدينة مأرب رئاسة رئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز أوضع قوات محور عتق ومستوى جاهزيتها ونطاق مسرح عملياتها وفي الاجتماع الذي ضم قائد المنطقة العسكرية الثالثة لواء الركن منصور ثوابة وقائد محور عتق قائد اللواء ثلاثين مشال لواء الركن عادل هادي اشاد رئيس الاركان بدور المنطقة العسكرية الثالثة وكافة المحاور التابعة لها في مواجهة تنظيم جماعة الحوثية الارهابي مثمنا تضحيات منتسبيها في سبيل الجمهورية ومكتسباتها وحث الفريق بن عزيز على رفع الجاهزية القتالية مشددا على اهمية الاهتمام بتدريب والتأهيل للوصول الى المستوى المطلوب في تنفيذ المهام حضر الاجتماع رئيس هيئة الاستناد اللوغستي بوزارة الدفاع اللواء الركن عبد العزيز الفقي ورئيس واركان المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبد الرقيب دابوان